ولد صحي من النوم النهاردة لقى بابا بيقول له حبيبي ان معلش السنة دي مش هتخش الجامعة عشان انا مش هدفع لك المصاريف لو عايز تنزل تشتغل اشتغل لو مش عايز تنزل تشتغل خلاص انا هنقل لك كامعة تانية اللي هي مصارفها مية جنيه ولا متين جنيه ولا الحاجات ديت وخلاص على كده وهدومك دي معلش بس انا ااخد منها الحاجات دي وهسيب لك بس بانطلون واميس وشيرت وهات الموبايل بتاعك ده واللابتوب اللي انت بتستخدمه وانا مش ملزم اجيب لك اي حاجة من الحاجات دي لا شرعا ولا قانونا حط نفسك مكان الولد ده كده وحاول تستوعب اللي بيحصل هتلاقي ان هو انت فعلا مش ملزم شرعا ولا قانونا هو انت المعلومة دي جيبها منين هو حتى لو انت مش ملزم شرعا ده مش معناه ان انت لو قدر تعمل حاجات دي ان انت تعملها لي هو فيه ايه يا بابا صح نفس السياق ده ومعرفش مين اللي واخد هاديه النية ربنا يا ربي يهديه ويصلح حاله او انا معرفش ايه اللي بيجرى بس افساد الاسرة فسدت الاسرة الدنيا كلها تقع عشان تبقوا اخدين بالكم يعني وحنا وردي واعين عشان بس نبقى سرحة يعني فاحنا نبني نبص على المنظومة بتاعة الجواز وبتاعة الاسرة والعلاقات والمرأة مش ملزمة ومش حارفة مين مش ملزمة والراجل مش حارفة ايه ونخش في هذه الخناءة لازم نوضح حاجة مهمة قوي يا جماعة البيوت والعلاقات ما بتبنيش على النزاعات او حالات النزاع يعني حتى ولو في بعض القواعد الشرعية الدقيقة جدا متتكلم في بعض الامور مش الحاجات اللي أنا سأقيلها دي بتبقى دي توضع في حالة النزاع منفعش اعام من هذا النزاع او وضع النزاع دوت على انه ده المفوض يشتغل في حاجات ممكن تكون تختلف مع العرف والثقافة محتاجين نرجع لحد فقيه يقول الحكم بتاع الوضع الحالي مروحش اجيب كلمة من كتاب قديم ممكن يكون كمتماشي مع العرف القديم ولكن محتاج اعادة نظر هنا فالفتي ونشر الامور بدون دقة دي مشكلة ان احنا مبص على اتنين بيقطعوا في هدوم بعض وناخد اللي هيساعدهم ان هما ما قطعوش في هدوم بعض ونخليه قاعدة معممة في منظومة مبنية على المودة والرحمة يبقى احنا بنهرب او حاجة تانية اللي بتحصل اللي هي الترومة رسبونس ردود افعال الصدمة واحد مراته كان بتسرق الفلوس بتاعته فخرج يقول للناس اوعد سيب جنيه في بيتك اوعد سيب جنيه في بيتك تدي لمراتك فلوس الحاجة اللي هي تعملها وانت تجيب خزنة تحطها او تخلي فلوسك عارف ايه وبتاع طيب هل يرضي الله سبحانه وتعالى ان الست تسرق من جوزها وطبعا في الحديث بتاعنا ست اللي جات له جوزها بخيل بس لو هو الراجل كويس عادي بس امراته حرمية هل المفروض ان احنا نطلع نقول للرجالة كلها محدش يحط الفلوس في بيته ومحدش يقامل لامراته وتبقى عجب بالست اللي انت المفروض مأمنة على عرضك مش مأمنة على كم جنيه في الدولاب والعكس صحيح فهي متقلمة جدا متسفلتة فتوخي بتقول الستات كلها اوعي تأمني للرجل اوعي تعملي مش عارف ايه اوعي تعملي مش عارف ايه للأسف احنا النهارده ما ينفعش نخلي المثل او التوحيد بتاع ده القاعدة اللي احنا بدي بنيها هي ردود افعال للصدمة اللي اتصدم يا جماعة ومر بالظروف صاحبة يعني احنا فعلا متفاهمين القلم ده وانت محتاج فعلا تاخد مرحلة تعمل فيها وتريكوفر وتحصل على مساعدة بس ما ينفعش نمشي بتاع الدنيا كلها على الحل اللي انت على حل مشكلتك انت كده انت بتعمل مفسدة انت مش قادر تتخيلها فاخر حاجة بس عشان ما باش طولت كمان عليكم ان اللي احنا بنعمله دلوقتي ده كله بيخلينا ايه بيخلينا نظهر للناس ان ده الرائج او ان ده اللي موجود لان هو ده اللي بيعمل اللغة فهو اللي بينتشر فبيجي اصحاب هذا الفكر الناس تظننا ان ده الفكر الساد بس اذا وضعنا هذا الفكر على الاختبار احنا عايزين نشوف واحد يا جماعة عنده طرحة اين كان الطرحة بتاعه تعالوا نشوف الطرحة ده مفيدة ولا مش مفيدة دار ولا مش دار فنا بنيني نبص كده وروني بس يا جماعة نتائج الدعوة اللي ماشي الفترة اللي فاتت بتاعة الخناء ما بين رجل وساد وروني نتائج والله العظيم احنا بنشوف مصايب يوميا وطلقات يوميا واذا واولاد بيتبهدلوا يوميا والخطاب ده مش جايب نتيجة فاحنا ليه عايزين نفضل نتكرره والجزء التاني وده النية الاساسية من الفيديو ده ان عايزين نعلي صوت الفكر المضاد انا عمال بشوف وسط صحابي وسط الناس ناس كتير معترض عالكلام اللي بيتقال ده مش عاجبهم فبدا ما نقعد نشير ده لأ تعالوا نقول احنا ونظهر احنا ان ده احنا مش مفقين عليه انا انت مش مقول زي ام تشير الفيديو ده بس انا بقترح انك اما تنزل محتوى بتظهر فيه ان يا جماعة المواد والرحمة ولو تفتكروا الفيديو بتاع الاي ما اللي انا كنت بنزله هبقى حطلكم اللينك بتاعه في الكومنتات ان اصلاح يبدأ من اصلاح المنظومة من اول الراجل انه يبقى راجل فعلا والست انها تعرف تبقى ست فعلا وبدل ما احنا بنتخانق مع بعض نتخانق مع الدنيا فنركز على هذا الاصلاح ونبص على الناس اللي لسه دماغهم ما بزتش ولسه دماغهم ما تقصرتش ونبتدي احنا نتكاتف ونعمل فكر مضاد متزن بيرفض كل اللي بيحصل ده ده مهم جدا عشان البياس ده مع الوقت تكرار الافكار ديت بصوت عالي كده الناس مع الوقت حتى ولو كان فيه شيء من الاعتراض مع الوقت هتلاقيهم ايه تقبلوها وبلعوها زي ما بنشوف دلوقتي فيه الحاجات اللي هي اياها بتاعت الاعلام ومش عارف ايه والبتاعة ده تكرارها 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 مع الوقت بعض الناس جالهم شيء من خنوع ان ايه ما هو خلاص ده ده اللي ماشي يعني هنعمل ايه بقى احنا مهزمين فاحنا تكوين الاسرة جماعة فاشنا نهزم فيه لان ده مسألة حياء او موت للمجتمع كله وسلامت المجتمع كله والله ان الاسرة تظل اسرة فيها مواده ورحمة طلع اولاد متزنين مش مرضى ما هي سايكله بتلف فاتمنى ان يكون الفيديو ده يعني ولو تذكرة ان احنا نتوقف عن نشر الحاجات ديت وان احنا ننشر بقوة الفكر او الرأي المضاد المتزن اللي مبني على حكمة وعلم مش على كلام كده يراد بيه باطل يعني وزيكم الله خير متمنى يعني يكون رامايندر الناس يعني تشوفوا نافع يعني ونشوفكم على خير وزي ما قلتلك انت مش ملزم تشاهر الفيديو ده بس انا بقولك من فضلك لو لا حيسس ان الفكرة دي مفيدة اعملها شيء سلام عليكم